نروح للزمالك النهاردة. الزمالك النهاردة تخلص من كثير من الضغوط لعب النهاردة مباراة جميلة محترمة جداً أمام سراميجها كيلو باتر. ايه اكتر حاجة لافت تتنظر في المباراة؟ يعني اكتر حاجة لافت تتنظر ان الكرة الطويلة اللي دايماً كان متعمل لسيف الدين الجزيرة النهاردة ما كانتش موجودة. كان دايماً بلعب على اطراف خصوصاً مصطفى شلب اللي شايفه النهاردة من احسن ما تشاطف من وقت ما جيناد الزمالك. شايف ان جميز كان دايس بنزين وكان محظوظه النهاردة ان هو يسبب الدونجة بس وبلعب بخمسة دايماً بيهجمه. اردونا شباب الحاجات بتاعت الكابتن كريم. الخمسة دول بيهجمه قدام دايماً ده سبب مشاكل كبيرة جداً في البطء من الارتداد من الهجوم للدفاع دي سببت مشاكل كبيرة جداً على نادي الزمالك ونادي الزمالك محظوظه النهاردة يمكن كان يخسر اكتر من هدف قويجي في اكتر من هدف ضهر ما حصلش. لكن من فترات كبيرة جداً ما بنشوفش الزمالك يلعب على اطراف. ما بنشوفش الزمالك جوال 18. يمكن دي اول كرة اللي دايماً الزمالك متعود عليها يلعبها على طول في ظهر الاتنين مدافعين. ده بقى مصطفى شلبي اللي هنتكلم عنه. النهاردة من احسن ما تشاطه بص يا كريم الكرة لما يستلمها هنا. هتبدأ تدور وبص هيلفق هيبص النحية الثانية. دي اول كرة نحية اللي مين زيزو. دي جابت زيزو لتعمل دابل باس. زيزو هيعدي. ده الهدف الاول. تلاتة في الثمانتاشر جوال 18. لنادي الزمالك ودي حاجة ما شفناش بقى انه كتير جداً. وقفرت عمل من زيزو ومصطفى شلبي اللي قاها بصورة كويسة. واحرز الهدف الاول. ده الضغط اللي احنا بنتكلم عنه للزمالك كان ممايز فيه النهاردة. نفس الكلام هتلاقي مصطفى شلبي اللي بيعمل كل الهجمات الخطر. من احسن ماتشاته النهاردة وانا استغربت النهاردة زي ما اخدش مانقف زيزو عشان الهدفين او الاسس. برضو بص كم كورة بص مصطفى شلبي هيسرق الرجل ازاي الناحتي لي مين? وهتتلعب له. خلي بالك كل ده الزمالك ما هجيبش من عمك خالص. خد بالك هو زيزو النهاردة على مستوى الاركام كمان متفوقك على مصطفى شلبي. بس يلعبها. كل ده وما فيش حجمة واحدة للزمالك من عمك الملعب. هتلاقي بس تزديدتين لناصر منسي. هم اللي على حدود 18. ما اخترقش من العمك خالص. كابتن ايمان الرماضي كان قافل بصورة كويسة جدا على الزمالك لغاية ما بدأ يغير الشرط التاني. ناصر ماهر اه. دي الكرة اللي احنا بنتكلم عنها التزديدة واللي هيكمل فيها دونج. دي يمكن اول تزديدة للزمالك في الشرط الاول كله. هتخش على طول بعد كده بتشوف النهاردة الدربة الركنية بتتعمل على مرتين. وده اغلب الاولات مشوفناش دي برضو التزديدة التانية. ودي اللي هتجي منها ضربة الجزاء. بس مش 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 هتحتسب يعني.